توسيع نظام تغطية الصحية للمهانة الحرة والفئات المستقلة النواب المحترمين محمد البرحيم أحمد التهامي سعيد بن مبارك محمد بريجان أردوان الضام أرد الإلهي السفادي وعبداللاطيف الجيراري من فريق الأسهر والمعاصرة فليتفضل أحد النواب المشكورة شكراً سيد رئيس سيدة الوزيرة سيدة الوزراء سيدات وسادة نواب المحترمين سيدة الوزيرة في إطار نظام تغطية الصحية تم وضع نظام عناية للمستقلين والمهانة الحرة كتجربة نموذجية في إطار اتفاقيات مع القطاع الخاص في هذا الصدد نسائل كنا سيدة الوزيرة عن تقييم الحكومة لنظام عناية وهل من إجراءات لتوسيع التغطية الصحية لتشمل باقي الفئات المعنية شكراً فضل سيدة الوزيرة سيد الرئيس سيدات النائبات سيدة النواب فهذا السؤال يندرج في نفس الإطار للتغطية الصحية بالنسبة للطلبة وحقيقة التغطية الصحية من أهم الأوراش للتنمية البشرية هي ركيزة أساسية بالنسبة للوصول إلى الإلاجات وهي كذلك ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات داخل المستشفى فكانت هناك خلال الحكومة السابقة بدأت هذه التجربة نموذجية بالنسبة للفئة والشريحة مهمة من المواطنين لهم الصانعي التقليديين والمهن الحرة في إطار نظام جديد وهو نظام عناية ولكن هذا النظام عناية كما أشارتم له وكان هناك تقييم لقمنا به بشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية التي تعنيها الأمر مباشرة مثل وزارة الصناعة التقليدية وزارة التكنولوجيات الحديثة وزارة التشغيل هناك لجنة مكونة من هذه عدة وزارات وقمنا بوحدة تقييم ولقينا حقيقة على نظام عناية لم يوصل النتائج التي كنا نترجوها لعدة عوامل لا يريد أن ندخل في تفاصيلها لأنه كان عدة عوائق فالآن هذه المجموعة من القطاعات الحكومية شكلنا لوجينا بعد أن تمت هذه الدراسة وقفنا على مكان من الاختلال الآن كان هناك دراسة أخرى لكي نرى إما سنحينه قابل لتحيين هذا المنتوج أو لا نمر إلى منتوج جديد ربما من ثلاث شهور تقريباً يكون لدينا صورة واضحة المعالم مع جميع القطاعات الحكومية التي تتعلق لها الأمر باش احنا بغينا نواكبو هاد الورش قال السيد وزير التشغيل تزم بهذا التغطية الصحية للطلبة ويحنا ملتزمين أننا نجحو ونعمو ونعمو النظام غامادي ديال المعوزين اللي اعطاء نتيجة جد إيجابية في تدلاء الزلال هاد النظام كذلك باش نقدرو أننا نشملو جميع الفئات ديال المجتمع شكراً سيد الرئيس السيدة الوزيرة غير مشكلة الوقت ره مهم ما زالت عدة شرائح التي يتعمل في مهل الحرة تنتظر القرارات اللجنة الوزارية اللي قلتوا سيدة الوزيرة وليكتضم بإضافة إلى وزارة الصحة وزارة تشغيل كتابة الدولة في صناعة تقليدية وزارة الصناعة والتجارة وزارة المالية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك من أجراء وتعزيز نظام عناية لتوسيع قاعدات الصحة لهذه الفئة هذا منطة الأولى كذلك كان سابق الوزير سابق لوزير التجارة بأنه صرح بأن نتائج هذا البرنامج غير مرضية هذا وزير يصرح وهناك كذلك فراغ تشريعي لذلك نطالب بسياغة نظام جديد للتغطية الاجتماعية والصحية لهذه الفئات وهذا بش يكون حتى هو داخل في هذه النظومة كذلك سيدة الوزيرة هناك عراقي الإدارية لفتح الملفات ثم بطء في استرجاع تعويضات شكرا سيدة الوزيرة شكرا سيدة المحترم تقيم سيدة الوزيرة في بعض دقائق أنا تنشط رأي وتنشط الرأي الزاميلي حقيقة درنا دراسة مدقاقة وقفنا على مكامين الخلال حقيقة ما وصلناش للنتائج متوقعة وحتى العدد المنخرطين في نظام عناية ما تجاوز بعلاف مستفيد إذن تنشوفوا على أن هذا النظام يعني حقيقة مع الأسف هذا ورش كبير هذا تحدي لتنتظرنا وخاصنا نتعب أولو وإن شاء الله هنكوفق لكم الدراسة اللي غادي تعطينا منظور جديد بالنسبة لهذه الفئة راهوة يعني من دبا تلت شهور بأشهور يعني غادي يكون عندنا وحد المنظور باش نشرعه في تنفيذ ذيالو وشكرا شكرا سيدة الوزيرة